بسم الله الرحمن الرحيم أهلا بحضراتكم في هذا الفيديو اللي حنقدم فيه الموقع الجديد من مواقع الذكاء الاصطناعي الموقع اللي من وجهة نظري هو كنز آخر من كنوز القناة اللي بفضل ربنا ثم تشجاهكم يعني انتشرت انتشار كبير الموقع بتاعنا النهاردة وحسيب لكم الرابط بتاعه هو اسمه ظريف حتى easybeasy.ai يعني سهل جدا يعني ده اسم الموقع الموقع بيعمل حاجات كتيرة حقيقة وحتى هو التايتل بتاعه او الانترفيس الوجهة بتاعه بتقولك why choose one ai tool when you can have them all ليه انت تختار اداء واحدة من ادوات الذكاء الاصطناعي ممكن تتعامل معهم كلهم حقيقة الموقع بيتعامل مع حاجات كتيرة جدا ما بين اتشات زي اتشات جي بي تي بالزبط ما بين امج حقيقة الامج مستوى جيد جدا يعني تقترب من 100 جيرني ممكن تعمل بوتس خاص بيك بمتطلباتك اللي تتفق مع حاجتك ممكن تعمل one click article generation بمجرد خطوة واحدة ممكن تعمل generate template لو انت برضو عايز يعني قالب خاص بيك لو انت عايز تعمل AI text to speech لو انت عندك نص وعايز تحاوله الصوت او العكس عندك صوت وعايز تحاوله النص بAI transcription او عندك كمان AI interior design generator لو عندك صورة وعايز تحاوله خلفية معينة اتشات وز بي دي اف وده من ضمن الحاجات الجميلة جدا انك ممكن تعمل اتشات مع بي دي اف ومش بي اي دي اف بس للامانة document وحاجات تانية وبيحميه خليك تحمل طيب الموقع بيدعم اللغة العربية او الموقع بيدعم اللغة العربية الموقع مجاني طالما ان احنا اتفقنا ان الموقع في كلمة pricing واسعار وكلام ده هوت لكن الموقع بيديك 3000 كلمة 3000 كلمة من خلالهم تقدر تتجرب الموقع لو عيجبك ممكن ان انت تستخدمه واسعارهم طبعا مش عايز اقول انها كتيرة ولا ايه لكل واحد اضراب الزروف بتاعته طيب انا هو الخطوة عايز اعملها ايه طبعا مش عايز اتكلم على تفاصيل لان احنا هنركز مش عايز نتقول الفيديو كما هو معتاد لكن لو الموقع عجبكم ممكن ان نعمله فيديوهات اخرى كما تعودنا ممكن نعمل citation او نعمل sign in من خلال جوجل لو عندك لو ما عندكش يبقى ايميلك العادي التقليد يتحط هنا الايميل والباسورد هيبعت لك لينك عشان خاطر تفعله يثبت ان الايميل ده حطيها عندك الجيميل يبقى تدخل بصورة مباشرة بعد ما تدخل على الموقع بتقابل زي معظم المواقع بعدش بورد بتاعتك اللي فيها زي ما قلت حاجات كتيرة جدا انا عايز اجرب فيها حاجات معينة منها مثلا ان فيها حاجات لازم ان احنا نتكلم فيها مع بعضنا زي مثلا وان كليك جينيريتر للارتكال يعني هنا في حاجة اسمها وان كليك ارتكال جينيريتر حقيقة جينيريتر حقيقة بيعمل الارتكال هنا بيقول لك describe your blog topics وبتعامل معك انه بلوج لكن احنا بنحاول على قدر المستطاع ان احنا نخليه اكتبه بصورة مقالة فعنحاول نحط له انهوت احنا عايزين نكتب حوالين ايه ونأكد على كلمة in text citation ونشوف مستوى الكتابة عشان نعرف نحكم على الموقع بطريقة صحيحة ايه طبعا انا حاولت ان انا وقابت الفيديو وكتبت اللي انا عايز اقوله حاطولكم طبعا برضو في وصف الفيديو قلت له والله استخدم in text citation وقائمة مراجع وحاولت احطيلي مقدمة حاولت اكتله تفاصيل على قدر الامكان وبعد كده بدأت يقول لي point of view وجهة النظر دايما وجهة النظر عايز تتكلم بصيغة ان انت كابحس تقول انا ومش عارف طبعا من عظمنا بيستخدمش اللغة دي غالبة من استخدم هي او شي يعني بيستخدم لغة الغاية فانا اخترتها كده بيقول لي لو في اي background knowledge optional دي حاجة optional عايز اعطاها اعطاها فوالتلو والله استخدم ال aps style citation and academic papers and book وكتب علمية وكلام زي عربش طبعا هنا بيقول لي tune of voice فوالتوله professional قال لي output length عايز تول الحاجة add if فقالتوله long تمام هنا بقى بيقول لي include frequency FAQ معناه frequency asking questions تنزل اسئلة التكرارية طبعا دي كلام بينفع في بلوغز فهو عاملها مش مفعلها وانا مش عايز الفعلها بيقول لي عايز تتخدم ايه من الزكاة الاصطناعة استخدمت 3.5 هو بيسمح لي في نسخة المجانية 3.4 كمان ممكن وبيسمح لي كمان بيكلايد 3 وسونيك و اوبيس يعني بيسمح لي بحاجات كتيرة حقيقة يعني لانا ممكن استخدمها لو انا عايز طبعا منها في اللغة المستخدمة ايه اللغة المستخدمة اللغة العربية متوفرة زي ما حضراتكم شايفين فيه تحت الانجلش والانجلش يو اي كي والانجلش هونيت ستيتس الاربيك على طول موجودة فلو انت عايز تجرب جرب يعني الموضوع بيقول لي طبعا يعني ممكن تجرب اكتر من طريقة في انك انت تقول له مرة مثلا ومرة تقول له اكاديميك وجرب حاجة مختلفة لكن عشان توفيرا للوقت احنا جربنا البروفيشنال بعدها نقول له جنريت واسيبه بقى طالما انه هو كده طبعا فيه اعلام زي ما انت شايفينه للموقع يقول له الله لو انت اشتركت انت بان عليك انت جاي من مصر وطبعا انت من مصر كثلاثين في المية اعتقد انه ممكن تجده الكلام ده هوتش برضو في اماكن اخرى اعلى النسبة نفس النسبة ما عرفش لكن رسالة ديت برضو الناس اللي هتشترك لو حد عجبوا الموقع هحاول اشترك هنوقف الفيديو ونخلص ونرجع لحضراتكم وشوف الدنيا فيها ايه طبعا هو بعد ما بيخلص ما بيحولنيش مباشرة الا الصفحة اللي فيها النتيجة لكن بيقول لي روحها للهيستوري وشوف الاخبار المقالة خلصت ولا لسه زي بمتوا هاتكم شايفين كلمة هيستوري هي اللي موجودة في الجانب ده هوا فانا بضغط عليها في الهيستوري فبيجيب لي الموضوع طبعا واضح ان انا هل مثلا ظهرت حاجة لسه مظهرتش لسه مظهرتش ايه حاجة فلعن تزل لغاية لما تظهر في هذا المكان تقريبا بعد حوالي 3 دقايق لحنا برضو الامر عشان برضو بعضوكم ما يستعجلش بعد 3 دقايق ظهرت عندي انا قلت له طبعا كنت عايز اكتب لي وكتب لي اهمية الموضوع زي ما انتم شايفين مكتوب اهمية الموضوع الميجر اوف اسوشيشن برضو قلت له انتكس سيتيشن فشايفين برضو اضاف لي يعني بعض المراجع اللي هو استخدمها ميجر اوف سوشيال انتليجنس برضو قياس الزكاء الاجتماعي الديفنيشنز برضو اضاف لي الديفنيشنز وبرضو مع استحياء لي بعض المراجع ريليتد وورك ادي مرجع وقادي مرجع وقادي كذا وده شيء ريفلانس لست طبعا قدم لي صورة تانية important of the topic the vital قدم لي صورتين ما عمش انت كنت انا من غير مقصد اخترت اثناء صورتين او صورة واحدة لكن واضح انه هو قدم لي صورتين وكل صورة لها المراجع بتاعتها فان شايف برضو الموقع هيجي اما حاجة هنتكلم فيها هل المراجع دي حقيقية انا ساعتا ما بقلعش لما لقى المراجع 2013 و2013 حاجات مش حديثة اوي فالموضوع طبعا ما هوش الموضوع يعني يعني بعيد عن الاهتمام موضوع فيه مراجع كتيرة ما هوش موضوع صعب عشان خاطر اقول انا اقدر احكم عليه ولا لا فبرضو لو انا بصيت على مرجع من المراجع دي زي ما انا قلت ان انا لو اخدته طبعا ده موجود في بل او اس وان دي مرجع دي دي قاعدة بينات مفتوحة من القاعدة البينات الكويسة فانا ممكن انا احطه كده واشوف هل الكلام اللي بيقوله ده صحيح في حاجة زي كده ولا مفيش واضح ان هو فيه طبعا يعني تمام فده برضو بيأكد ان المراجع بتاعت الموقع يعني جيدة جدا يعني انا اما حاجة ان انا لاحظتها ان هو التزم بالتعريفات اللي انا قلتها في البرامت اللي انا كتبته وانا حاولت احفظها عشان احطوه لحضراتكم انا قلت له اكتب لي برضو الديفنيشنز وابدأ لي بمقدمة وحطي لي الديفنيشنز وقل لي الريليتد وورك وحطي لي كونجولوجين واند وي ذا ريفرانس لينست اند الكلام بي خائمة مراجع كل الكلام ده لو انا عايز اضيف اكتر حيضيف اكتر طيب حيجي السؤال بقى ازاي ان انا صور في الاول او صور او وجود صور انا ما بحبهاش طبعا لان ده من الحاجات اللي موجودة في المراجع مش منها الحاجات الكويسة طبعا انا وحبيت احمل حابوسها لقي في النهاية دايما حكيت الكابي دية النسخ لو الحاجة دي كويسة انا ممكن احطها في الفيفريت تمام انا ممكن ناخد منها نسخ او جاي راح على ملف الورد بقول لي انا تم نسخها واروح على ملف الورد او جاي حطتها او احطها في اي مكان اخر لكن ما عنديش direct download ما عنديش مثلا ان هو يخليني اعمل download كورد او كلام زي ده فاذا انا في الهيستوري بتاعي اكيد في الفيفريت لو هو حطها حطها لي في الفيفريت لان انا اخترتها وعملت الاعلامة دية انا ما عملتش المقالة هو حطها في المقالة اتاسا برضو يعني reflective او الصورة لاني بتبين قدين الناس اللي حطت الفريهاند السمعات اللي في الودن وكل واحد يتماسك الايفون بتاعه لان المقالة بتاعتنا حوالين زي impact of smart phone addiction على social intelligence فعني reflective لكن انا طبعا الكلام ده في الجانب الادم ميهمنيش انا يهمني المراجع وانا يعني بمسود جدا لو لاقي موقع طبعا في حاجات كتيرة يا جماعة حضراتكم ممكن تجربوها في اللي تشات نفسه ممكن في حاجات ممكن تجربوها الموقع بيشتغل زي geni AI يعني اي جاي geni AI يعني ممكن حضرتك تبدأ تكتب مقالة وتبدأ بعد كده تخليه يعني يزود الكلام ده هوات يعني نعود يزود لنا زي ما احنا عايزين يعني مش عايز اننا خلينا ان احنا نشوف الموضوع ده في فيديو اخر لكن مؤقتا الموقع زي ما انت شايفين متميز جدا في فكرة الكتابة وزي ما قلت عايزك عشان توصلوا النفس النتيجة لازم تكتبوا برومت صح ويمكن من ضمن الحاجات اللي موجودة في الموقع ده انه عنده مكتبة بالاوامر اللي ممكن ان ان انت تستخدمها في كافة التخصصات وممكن سي اول توينت اكتر من متين تيمبلت متين تيمبلت طبعا ده كام كبير جدا اشوفهم كلهم ممكن تضغط هنا عشان يحملهم لك بقى وتلاقي نفسك طبعا متقسمة بحاجات مختلفة حاجات في السوشيال ميديا حاجات في حاجات في حاجات 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 طبعا العربية لكن ليس مجاني تماما زي ما قلت بديك 3000 كلمة اتمنى يكون الفيديو ده افتح حضرات كم وزي ما قلت الموقع مليء بالحاجات انا مقدرش اغطيف في 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 او اتنين لكن لو عجب حضرات كم ممكن نكمل مع بعض اتمنى لكم جميعا السلامة والتوفيق والسلام عليكم